معي مباشرة من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت أسامة أهلا ومرحبا فيك أنا أسأل عن الموعد الذي تم الإعلان فيه من الجانب الإسرائيلي عن وقف عمليات القتال والموعد التي بدأت به أو فيه الغارات الإسرائيلية بقصفها على مناطق في مدينة غزة يا أسامة نعم القصف الإسرائيلي لم يتوقف على كل مناطق قطاع غزة سواء اليوم ويوم أمس وحتى ما إعلان الجيش الإسرائيلي بناء على ما نشرته مواقع إسرائيلية عن توقف العمليات الإسرائيلية الكبيرة في قطاع غزة مواقع إسرائيلية وضحت هذا الخبر بأنها أن إسرائيل لن تقدم على عمليات كبيرة مثل عملية مدينة رفح والتوغل البري الذي سيطر فيه الجيش الإسرائيلي على كافة أجزاء ومناطق وأحياء مدينة رفح أو في مدينة خان يونس واكتفت الآن بعمليات حسب ما سمتها المصادر الإسرائيلية في المواقع الإسرائيلية أنها عمليات محدودة أو موضعية باتجاه مناطق سواء في كوسط أو في مناطق جنوب قطاع غزة ولكن حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل كامل على مدينة رفح أقصى منطقة جنوب قطاع غزة بالإضافة الآن للسيطرة الجزئية على مدينة خان يونس وتوسيع مناطق القتال والإخلاء باتجاه المنطقة الوسطى نتحدث هنا على منطقة شرق مدينة خان يونس مساحتها نصف مساحة محافظة مدينة خان يونس الآن الجيش الإسرائيلي أخلى كل سكان هذه المنطقة باتجاه منطقة مواصي مدينة خان يونس ويوم أمس باتت تمتد هذه المنطقة إلى المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح ولكن غالبية المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح هي مناطق زراعية لا يوجد فيها أعداد كبيرة من السكان مقارنة بما هو متواجد في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس نصف السكان في المنطقة الشرقية ونصف السكان في المنطقة الغربية ولكن في دير البلح غالبية السكان في المنطقة الغربية التي نتواجد فيها الآن أما في المنطقة الشرقية هناك أبراج ولكن عدد سكان قليل جدا مقارنة بخان يونس بالإضافة إلى أن غالبية المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح هي منطقة زراعية منطقة صناعية فيها عدد كبير من المصانع التجارية وبالتالي الآن أخلأ الجيش الإسرائيل لكل سكان المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح مع العلم أن في هذه المنطقة أيضا مراكز ومدارس إيواء كثيرة نزح فيها عدد كبير من النازح والآن غادروا باتجاه المنطقة الغربية لمدينة دير البلح وأيضا صباح هذا اليوم الجيش الإسرائيلي بات يوسع عمليات القتال في المنطقة الشرقية وامتدت عمليات النزوح والتهديد بالإخلاء لسكان منطقة مخيم المغازي الآن الجيش الإسرائيلي بات يفرض عمليات الإخلاء على كل المنطقة الشرقية لخنيونس دير البلح مخيم المغازي وبات يوسع ضرباته على مناطق متفرقة في قطاع غزة قبل قليل الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو معلى في المنطقة الغربية الشمالية لمخيم النصرات أدى هذا إلى سقوط صد ضحايا وعداد كبيرة من المصابين في ظل أن هذه المنطقة تعتبر منطقة آمنة ومنطقة إنسانية وفيها أعداد كبيرة من العائلات وخيام النازحين والآن الجيش الإسرائيلي يستهدف هذه المناطق الآمنة ويستهدف هذه العائلات وهذه الخيام بالإضافة لاستهداف فجر كان هذا اليوم ومسح عائلة بالكامل وشطبها من استجيل المدني عائلة العجلة تم استهداف مخزن تجاري معروف عن هذه العائلة أنها من أكبر تجار المجمدات في قطاع غزة تم استهداف هذا المخزن وهذه الشاحنات وهذه العائلة وسقط 16 ضحية وأربع إصابات هم الناجين فقط من هذا الاستهداف لهذا المكان وسط قطاع غزة على مقربة من مستشفى شهدها الأقصى أيضا بحسب هذه التقارير العائلة مسحت بالكامل من السجل المدني بحسب ما قرأنا لكن دعني أسأل أيضا أسامة سريعا بهذا الإعلان الإسرائيلي الذي بثته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بموضوع وقف العمليات العسكرية تقول أن الغارات بقيت مستمرة لكن بخصوص الوجود العسكري في قطاع غزة هل لوحظ أي اختلاف بشأن الوجود العسكري على الأرض لا يوجد أي اختلاف حتى هذه اللحظة ولا يوجد أي انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة بل زادت العمليات وزادت وثيرة الغارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة حتى قبل وبعد هذا الإعلان الإسرائيلي عن توقف العمليات الكبرى في قطاع غزة نتحدث الآن عن تبغل الدبابات الإسرائيلية في المنطقة الشرقية لمدينة ديربلح منطقة القرار الآن الدبابات الإسرائيلية متواجدة في هذه المنطقة بالإضافة لوصول الدبابات لمنطقة ويد السلقة شرق مدينة ديربلح وسط عمليات إخلاء واسعة في المنطقة الشرقية مخيم المغازي مدينة ديربلح والآن نتحدث عن استمرار الغارات الإسرائيلية وهذا كله بالتزامن مع قصف مدفع متواصل شرق المغازي شرق مدينة ديربلح وهي المناطق التي هددت جيش الإسرائيل لسكانها بالإخلاء والنزوح باتجاه المناطق الغربية هذا الإعلام بعيد كليا عن الواقع الذي نعيشه الآن في قطاع غزة سواء بتوسيع مناطق القتال سواء بتذيق المناطق الآمنة والمناطق الإنسانية واستمرار القصف المدفعي والحربي المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة إذن من دار البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت شكرا جزيلا يا أسامة وأعطيك العافية شكرا جزيلا